ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وابن العربي والنووي في الخلاصة والمفارك فوري في تحفة الأحوذي وحسنه بعض المتأخرين منهم من ألباني رحمه الله لكن أكثر المحدثين على تضعيفه فالقول بضعفه هو الأقرب لأن طرقه لا تخلو من ضعف ونكاره وانجبارها القول بانجبارها محل نظر وذلك قال ابن حجر رحمه الله وهو من كبار المحدثين في كتاب نتائج الأفكار لم يثبت في الباب شيء لم يثبت في الباب شيء ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثيابا يقول بسم الله لكن قال النووي وهذا الأدب متفق على استحبابه تسمية التسمية بسم الله عند خلع الثياب عند خلع ما يستر العورة قال النووي ويستوي فيه الصحراء والبنيان يعني سواء خلعوا في حجرة ولا خلعوا في الصحراء طبعا عند قضاء الحاجة سيزيل اللباس عن العورة فبناء عليه سيقول بسم الله جاء عن السلف العمل بهذا الأدب فروا بن أبي شيبة في مصنفه عن بكر بن عبد الله المزن وهو تابعي قال كان يقال إن ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه بسم الله انتهى لكن الآن السؤال كيف يقول بسم الله في الخلاء يعني لو خلع ثيابه في غرفة النوم يقول بسم الله لو خلع ثيابه في المشلح كما يقولون خارج دورة المياه يقول بسم الله لو خلع ثيابه في صحراء يغتسل يقول بسم الله لكن في دورة المياه مكان قضاء الحاجة ويجل رب العالمين أن يذكر في هذه المواضع يجل اسمه عن أن ينطق به في هذه المواضع فماذا نفعل نقول نسمي في أنفسنا ولذلك من السنة أن تسمي قبل الوضوء أن تسمي قبل الوضوء لكن لو كانت المغسلة التي تتوضأ منها داخل مكان قضاء الحاجة فماذا تفعل تسمي في نفسك طيب ماذا أيضا نقول التسمية الآن قبل الدخول يعني قبل أن تدخل بالشمال تقول بسم الله ثم تدخل ما في إشكال لأنك ستسمي قبل الدخول فأنت الآن تفتح باب دورة المياه تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أتدخل فقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث سنة أيضا فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول قبل دخوله هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث والدليل على استحباب ذلك كما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي لفظ عند مسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند ابن ماجة عن أبي أمامة بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم لكنه ضعيف كما قال النووي وابن حجر فما هو الفرق بين الخبث والخبث ما هو الفرق بين ضم الباء وسكونها أما بالنسبة للخبث أو الخبث فهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث يعني كلاهما صحيح لكن المعنى والفرق أن الخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الشيطان فإذن خبث جمع خبيث وخبائث جمع خبيثة ذكران الشياطين وإناثهم فهذا الدعاء يشمل التجاء إلى الله والاعتصام به من شر ذكران الشياطين وإناثهم وإذا قلت الخبث بالتسكين فإن معناه الشر والخبائث النفوس الشريرة كما في فتح الباري ويكون المعنى حينئذ التعوذ من الشر وأصحابه وهذا يشمل الإنس أيضا أصحاب الشر قال شيخ الإسلام التنمية رحمه الله والخبث قال أبو عبيد والأنباري وابن الأنباري وغيرهما هو الشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر ومن أهل الشر وعلى هذا الشياطين الجن وقال الخطاب إنما هو الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذا من ذكرانهم وإناثهم قال شيخ الإسلام في جر عمدة الفقه والأول أقوى يعني الخبث والخبائث استعاذ من الشر ومن أهل الشر لماذا أقوى؟ لأنه أعم فيدخل فيه الشياطين وغيرهم فهو استعاذ من الكفر ومن الشياطين ومن سائر الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة كما في إكمال المعلم للقاضي عياط إذن فائدة البسمة لا أنها تستر وفائدة الاستعاذة الاعتصام للتجاء بالله إلى الله من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه حتى لا يصيبه خبث وهو الشر ولا الخبائث تصيبه وهي النفوس الشريرة كما في الشرح الممتع ترجمة نانسي قنقر